فريق فيوتشر خسر بهدفين دون مقابل أمام نادي الجيش الملكي المغربي في اللقاء اللي أقيم على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله ضمن المجموعة الثالثة بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية بالنتيجة دي تصدر الفريق المغربي صدارت المجموعة بسبع نقط وفريق فيوتشر في المركز الثاني بنقطتين جمعهم من تعادلين الصفحة الرسمية للنادي الأهلي نشرت على فيسبوك مجموعة صور من تدريبات الفريق في بداية الاستهداد لمبارات الداخلية في الدور الممتز من ناحية تانية بيدرس السويسري مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي الدفع بالثنائي محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف في هجوم فريقه في مبارات الداخلية علشان يكسر التكتل الدفاع المنتظر من فريق الداخلية كمان بيدرس البرتغالي فريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك إجراء تعديلات على تشكيل الفريق في المباراة الجاية قدام بيرامد اللي هتتلاقي بيوم الجمعة الجاية على استاد الدفاع الجوي اجدمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتز وللوقتي جي معدنا مع نتائج مباريات الدوريات والبطولات الأوروبية منشستي ينايتد تم تتويجه بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على نيو كاسل ينايتد بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية اللي جمعتهم على ملعب ويمبلي للموسم الحالي وفي منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فاس فريق توتنهام الإنجليزي على تشالسي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي تلعبت بينهم مبارح ضمن الجولة الخمسة وعشرين من مسابقة الـ Premier League وفي الدوري الإسباني خسر فريق برشلونة من فريق ألميريا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي تلعبت على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط ضمن الجولة الثلاثة وعشرين من مسابقة لليجا أما منافسات الدوري الألماني فشهدت مباراة بايرن ميونيخ فوز العملاق البافاري على فريق يونين برلين بنتيجة 3-0 في المباراة اللي تلعبت على ملعب أليونز أرينا ضمن الجولة الثلاثة وعشرين من البوندسليجا كمان خسر فريق نانت المحترف في صفوفه المصري مصطفى محمد بنتيجة 1-0 على فريق رن في المباراة اللي أقيمت بينهم من بارح ضمن الجولة الخمسة وعشرين من بطولة الدوري الفرنسي وخسر فريق انتر ميلان أمام بولونيا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإيطالي وخلصت نشتنا الرياضية نعود لاستكمال باقي فقرات سواء الخير يا مصر